مشاهدين نحن نتابع معكم الآن هذه الصور المباشرة لأثار الغارة الإسرائيلية الأخيرة التي كانت قد تحدثت عنها قبل قليل صحفية في شبكة أخبار الحدث جوني وها هي الآن تظهر سحب الدخان المتصعد من الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديدا منطقة الحدث وكان قبل ذلك قد أعلن الجيش الإسرائيلي وعبر بيان له عن تحذيره وأعلن اعتزامه قصف منطقتين في الضاحية الجنوبية لبيروت وطالب بإخلاء هتين المنطقتين ونتحدث عن الحدث وأيضا حارة تحريك إذن حتى اللحظة وكما نقلت قبل قليل الصحفية في شبكة أخبار الحدث جوني فخري أن الضربة أو هذه الغارة الإسرائيلية استهدفت منطقة الحدث وأيضا التحذير شمل منطقة حريك ولكن حتى اللحظة غارة في ضاحية بيروت وكان قد شهدت ضاحية بيروت عدة غارات بعد أن ساد الهدوء في الأيام الماضية العاصمة اللبنانية بيروت أيضا فيما يتعلق باستهداف بيروت والضاحية الجنوبية وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد طالب بنيمين نتنياهو طلبه بتخفيف الضربات على بيروت ومحيطها في عمليات إسرائيل العسكرية في لبنان ولكن لازم نتابع معكم مشاهدين هذه الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة والتي عادت بكثافة منذ يوم أمس تحديدا منذ عصر السبت ونحن نتحدث الآن عن ضربة جديدة استهدفت منطقة الحدث كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه حذر وطالب بإخلاء منطقة الحدث وحارة أحريك بضاحية بيروت الجنوبية طبعا نبقي عينا على كل هذه الأحداث ترجمة نانسي قنقر